أعي في الستوديو بالأستاذة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات المصرية أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا دكتور قبل قليل استمعنا إلى جزء من حديث سيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو يتحدث عن أن الحركة منفتحة على مسألة وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع يعني برأيك هل هو تغير نوعي في موقف الحركة؟ يعني هذا الحديث بالقطع في ظني له عدة دلالات سواء من حيث جغرافيا المكان الذي ذكره فيه ذكره فيه تركيا نحن نتحدث عن تركيا نعم ونتحدث عن موضوعات أيضاً ونتحدث عن إشعاعات في نفس الفترة حول مصير قيادة حماس الأمور الثلاثة في ظني مرتبطة معنا يأخذناها يعني واحدة واحدة وحدة نعم في البداية أظن أن هذا موقف لم يتغير لحماس من حيث المبدأ هو يتحدث عن ترحيب وجود أي قوة عربية بشرط هو أوضحه أنها ليست جهة إدارة ليست جهة إدارة أي أن قطاع غزة أن يكون تحت إدارة أخرى كما عبر هو غير فلسطيني وبالتالي هو يتحدث عن ترحيب بقوة مؤقتة قوة الأقرب أنها لحفظ الأمن ثم يضع الشرط الثاني هو شرط منطقي أن لا تكون لخدمة الاحتلال هذا الكلام إعلانه في هذا التوقيت أنا في ظني قد يسهل بعض الأمور التي تجري في المفاوضات ربما يكون مطلحا في المفاوضات مراحل انتقالية لإدارة الأمن في غزة من بعض الأطراف العربية أو الدولية بشرط أن لا تكون وفق تفسير حماس أو المقاومة حتى السلطة الفلسطينية تمهيدا لترسيخ وجود الاحتلال الإسرائيلي وفي نفس الوقت تكون إدارة أمنية فقط في مرحلة انتقالية وهذه أمور لا أعرف بدقة مدى اتصالها بالمفاوضات لكن أشم رائحة المفاوضات فيها وبالتالي وهي أمور منطقية كما ذكرت ولا يوجد في ظني أي دولة عربية سترحب بعكس ما قالوا السيداني ليوجد دولة عربية واحدة سواء دول البوار دول يعني كما يسمونها دول الطوقة أو دول أقعى بعيدة ستقبل أن تكون هي التي تسدير قطاع غزة أو تقبل أن تكون هي قوة لمساعدة الاحتلال على استمرار سيطرته على القصة هل أفهم من كلامك أستاذ أن مصر قد ترحب بهكذا طرح أو تشارك فيه لا أعرف بدقة تفاصيل التي قد تقبلها مصر لكن مصر لديها مبادئ محددة واضحة في ضوءها تقبل أي اختراح وأول هذه المبادئ هو أن الشعب الفلسطيني هو سيد قرار والأمر الثاني يحل الدولتين والأمر الثالث عدم التهجير الأمر الرابع أن غزة غير قابلة لا للتقسيم ولا لإعادة الاحتلال وأن غزة والضفة الغربية هم جزء متكامل من الدولة الفلسطينية في ضوء هذا أي اختراح أظن أن الجانب المصري سيديسه دقة وخاصة أن أي اختراح سيكون مطروحا على الإخوة الفلسطينيين أيضا للتفاهم حوله ومصر هذا هو موقفه ولم تغيره مصر لم تعد بشكل واضح إلى قطاع غزة بعد عام 67 مباشرة كانت تحت إدارتها منزل 48 حتى 67 مصر لم تفكر ولم تفكر أبدا بأن تكون هي الإدارة البديلة لا الإدارة الفلسطينية ولا الاحتلال الإسرائيلي حتى لو اتفق على ذلك من أطراف عدة الإدارة هي إدارة شعب فلسطيني وهذا الشعب له ممثل الشارع وممثل المنظمة التحرير الفلسطينية ويعبر عنه الآن السلطة الفلسطينية والتعبير الواقعي عن هذا الشعب في غزة هو هذه القوى السياسية وما نسميه بالفصائد وبالتالي أي شيء يتعلق بهذا المكان مصر لن تقوم فيه أحل إدارة مفردة مبدأ الإدارة للقطاع هزة في ظنة التحليلي وحبوفك يعني تحليلي وعليس عام العلمات مصر لن تقبله على الإطلاق وأيا كان مصدره طيب أيضا ما يتعلق بالمفاوضات يعني هناك حديث تواترت حتى في الساعات الماضية بأن المفاوضات أو المحادثات وصلت إلى طريق مسدود هل أنت تستشعر ذلك؟ هل أنت ترى ذلك أستاذ ديان؟ لدينا تصريحات علنية من رئيس وزراء قطر وزي خارجياتها أشار إلى هذا بشكله منذ يومين أن هناك مصاعب في المفاوضة بالقطع أظن أنه وليس أيضا معلوماتي مؤكدا أن المفاوضات بها مصاعب حتى ربما اليوم واليوم لأنه كما تعلم أن هناك حكومة الحرب الإسرائيلية تناقش لهذا الموضوع الآن معنى مناقشته أن هناك جولة جديدة ما أو تعليق على جولة توقفت وبالتالي في ضوء هذا الاجتماع أظن أنه سيكون لدينا داخل رقة المفاوضات أشياء جديدة يمكن أن تطرح أن تدرس الوضع السياسي العام في الفترة الماضية ككل ساعد على إيقاف المفاوضات على أقل من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي وجد وأوجد معه العالم في حالة جديدة اسمها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأنظار بتاعدت عن غزة إسرائيل خففت ضغط عنها بصورة كبيرة المساعدات الأمريكية تدفقت بهذا الحجم الهائن 16 مليار دولار بالأمس وبالتالي كان المفاوضات في هذا التوقيت لابد أن تهدأ لم يكن هناك من دافع المفاوضات تجرى لأن هناك احتياج إليها إسرائيل لم تكن بحاجة لمفاوضات خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين بحكم التطورات الميدانية التي حدثت وتبعاتها السياسية وعادة التأمل العالم حولها من زاوية محددة وهي زاوية إيران لكن هذا لن يستمر لطولة وبالتالي المفاوضات أنا أظن أنه كمينة مجلس الحرب سيعلن شيئاً ومن ثم يمكن أن نتوقع المفاوضات تجريباً بالإضافة إلى ما جرى من قصف متبادل بين طهران وتل أبيب إيران وإسرائيل هل أفهم من كلامك أنه خفف الضغط على نتنياهو وعلى حكومة الحرب وكأن طهران قدمت هدية مجانية لنيتنياهو هل هذا ما فهمتم صحيح؟ شوف هذا الموضوع معاقد وأنا أسميت هذا الحدث واحده دون ربطه بسياق أوسع بأنه كان قبلة الحياة لنيتنياهو كان هذا الموضوع مقال كتبته قبلة الحياة لنيتنياهو قبلة الحياة لنيتنياهو أدت إلى الآتي أنه في هذه اللحظة نحن نتذكر جميعاً قبل الرد الإيراني كانت إسرائيل في أسوأ أوضاعها الأمريكية والدولية وداخلياً كانت مطالبات تغيير الحكومة والضغط الداخلي كانت كبيراً للغاية في هذه اللحظة حدث الرد الإيراني والرد الإيراني خفف في هذه اللحظة من تصاعد الضغوط وخاصة الأمريكية وأدى إلى مشهد آخر هو ده الجزء المكمل المشهد الآخر أن الصراع كان يسمى دكتور عمرو نحن نكون مستميه هنا ويسمى في المعاهد الغربية والشرقية الصراع العربي لإسرائيل لم تعود التسمية الآن صالحة هناك عنصر جديد دخل هذه أول حرب بين إسرائيل ودولة غير عربية هي حرب؟ هذه أول تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وأي دولة غير عربية على هامش إسرائيل أو بسببها اتنين أنه أيضاً منذ عام 2003 وهذا أيضاً يعني يعرفون الناس جميعاً آخر حرب نظامية شهادتها المنطقة هي الغزو الأمريكي البريطاني للإراق من 2003 حتى اليوم 21 عاماً من الحروب غير المتنظرة كما يسمونها اللي هناك بها جماعات وميليشيات ومنظمات عادت الحرب النظامية عادت الدولة أمام الدولة لأول مرة أيضاً منذ عشرين عاماً هذه المتغيرات متغيرات على المدى الأبعد شوية ليست في صالح إسرائيل لكن في اللحظة التي تم فيها الرد كان الأمر لصالح إسرائيل كان الخناق يضيق عليها بشدة فإستطاعت أن تفلت منه وأنا أظن أنه التصويت الهائل اللي أخذ مبارح في المجلس النواب ما ظنش كانت يمكن أن تحظى في إسرائيل لو لا هذا الرد ده هذا كلام لحظي لكن يظل التحليل الرئيسي أن متغيرات كبرى حدثت في المنطقة أن غزة لا تزال هي قلب الموضوع لأن ما حدث في غزة لا يمكن أن يتم إشاعة النظر عنه وأن إسرائيل ستبدأ مرة أخرى الضغوط عليها لكن ستكون قد تزودت بما يكفيها من المساعدات المالية والعسكرية للاستمرار تدعيات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لن تظهر لنا فورا لكن ستظل مؤسلة على مجرى الصراع كله في فترات القادمة طيب يعني هذه المواجهة كما تفضلت بالإشارة إليها هي لها طرفان يعني طرف تمثله إيران وطرف آخر إسرائيل والولايات المتحدة يعني الأطراف الثلاثة في صراع منذ أربعين عاما هل يمكن أن تفرط يعني طهران وتل أبيب وواشنطن بقواعد الاشتباك التي استمرت لمدة أربعين عاما قواعد الاشتباك التي يعني وكل فيها الطرفان الرئيسيان إسرائيل وإيران وكلاء عنهما للقتال بعيدا عن المواجهة المباشرة هل يمكن أن يفرطوا تفرط هذه الأطراف في هذه الميزة شوف الطرف الأساسي والوحيد ربما الذي يريد أن تستمر القواعد الاشتباك هي الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية جربت منذ عام 79 وحتى منذ الصور الإيراني واختطاف وإخلاق السفارة الأمريكية واحتجاز الأرهائن وحتى اليوم أنه ليس من المصلحة وخاصة مع تنامي القوى العسكرية لإيران تنامي الأزرع الموجودة في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت عن هذا موضوع في بداية الأزمة مع غزة وأرسلت حاملات الطائرات ليس لحماية إسرائيل بل لمنع التصعيد فالموقف الأمريكي اللي لم يتغير راح ننرى بشكل واضح أنه في الوقت الذي تساهم في الولايات المتحدة بقوها العسكرية ودفاعها الجوي بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيارة الموجهة لإسرائيل من خارج إسرائيل في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تقول إسرائيل لن أشارك فيه هجوم على إيران إذن أمريكا مدركة أن هذا التوازن لصالحها نتنياهو هو أكثر طرف كان يسعى لهذا التوصيع ظن منه بأمرين الأمر الأول أنها ستكون معركة وتنتهي وأن نصري لديها القدرة العسكرية حتى بما فيها القنابل الكهرمارسية وكل الأشياء التي يتم إحساس عنها لإنهاء القوى العسكرية الإيرانية والرهاني الثاني أن الولايات المتحدة لن تتركه في هذه المعركة الولايات المتحدة وضعت له شرطا دفاعيا أنا معك هجومين لست معك إيران أيضا يراوضها المراوحة بين التوسيع وبين التضييق هناك أجنحة داخل إيران مع توسيع المسألة الآن وأن نخرج عن قواعد الاشتباك بأتبار أن إسرائيل محاصرة وأن لدينا أزرع تحاصل إسرائيل بقوة لدينا تجربة غزة لم تستطع سيقضاع المقامة المفترض أنها متواضعة جنوب لبنان مليء بالأسلحة وبالتالي هذا الاتجاه مع أن يتم التصعيد لكن في ظني الرأي الأخير الإيراني سيكون أقرب للرأي الأمريكي أننا نحافظ على قواعد الاشتباك إيران أعطت يعني مش درسا أعطت معنى هذا المعنى خلاص استقر تستطيع إيران وغيرها من الدول المحيطة البعيدة أن تصل إلى قلب إسرائيل وإسرائيل عندما ردت ردا يعني خافتا غير معلن تقول وأنا أيضا أستطيع أن أصل إلى قلب إيران هذه قواعد الاشتباك التي تتأكد طبعا الإيرانيين قالوا بأن يعني الرد الإسرائيلي لم يكن من خارج إيران أنه من الداخل يعني حتى لو كان من الداخل هذا معنى أن السرائيل مختلقة داخل هذا أسوأ لكن قواعد الاشتباك استقرت على هذا الرتم الجديد الدولتان تستطيعون ضرب بعضهم من الداخل وبالتاني لا داعي للتصعيد طيب والنتيجة في كل ما حدث أنه تراجعت قليلا يعني قضية العدوان على غزة وزادت يعني إسرائيل في الحصول على مساعدات دبلوماسية أو دعم دبلوماسي ودعم عسكري هذا صحيح وكما ذكرت هذا في الوقت الراهن وربما من الوقت القليل قادم سيستمر والأمر الآن بدأ قليلا يعود الاهتمام إلى غزة لكن لعلك يعني تلاحظ أنه قبل الرد الإيراني كان الولايات المتاحة تحدث بشكل واضح عن أنه في موضوع رفح مثلا يعني ضد أي دخول رفح ضد أي اكتياح أعد لقليل وأصبح أي اكتياح واسع أي اكتياح واسع أي هجوم كبير وضيفت صفة له على لسان وزير الخارجية بلينكين وعلى لسان مسؤولين أمريكيين أخرين وهذا تعديل يعني يأتي كرد فعل عما حدث من إيران لا أحمل أحد المسؤولية لكن أنا أحل الآن المواقف وبالتالي هذا أعطى فرصة قليلا لنتنياهو والحكومة المتطرفة والحلفاء المتطرفين أن يعيدوا طرح موضوع رفح مرة أخرى الأمريكيون يتحدثون عن أمرين لا مساس بالمدنيين ولمانع أو نحن ضد أي هجوم واسع أو كبير ما هو هذا الهجوم الواسع وما هو هجوم غير الواسع وما هو هجوم غير الكبير هذا أمر ولكن تذكر صد يعني كنا نتحدث أكثر من مرة عن أن الولايات المتحدة لديها بدائل ستقدمها للعسكريين الإسرائيليين بدائل للهجوم الكبير على رفح حتى الآن لم نرى شيء شوف تحليلية وليس لها معلومة واحدة الولايات المتحدة ثبتت على موقف واضح منذ بداية وهذا يحمل لها بغض النظر عن أسعادات الإسرائيل أنها ضد أي هجوم واسع أو ضد أي هجوم بري اجتياح لرفح وأن هذا سيؤدي إلى إزهاق أرواح العشرات الألع وفي نفس الوقت هي تحدثت عن هذا الهجوم أو هذه الهجمات النوعية نحن لدينا الآن فترة تقارب ثلاثة أسابيع تقريبا نسمع فيها ونقرأ عن وجود قيادات عسكرية أمريكية تأتي إلى إسرائيل وأخرى إسرائيل تذهب إلى هناك وأن هناك تباحث حول خطط رفح أنا أظن أن هذه الفترة كافية لبلورة هذا النوع من الهجمات غير الكبيرة أنا أظن أن الأمريكيين ونساعدون الإسرائيل الآن مساعدة كبيرة جدا في تحقيق هذا النموذج حيث يتجنبوا النموذج الأسوأ والأخطر وهو الاجتياح البري الكامل ويقدم لهم بدائل استخباراتية وعملياتية على هجمات محددة على رفح لكن نتناح يكون حريصاً في حيث الشكل على أن يحشد قواته على الأقل حول رفح يعطي معنى للداخل الإسرائيلي أنه لا يوجد مكان في غزة لم تطأه أقدام الجيش الإسرائيلي لكن نوعية العمليات اللي حتم على الأرجح أنها ستكون تنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية عمليات ضد طابع نوعي ونعن على معلومات استخباراتية كيف تقرأ أستاذ ضياء ما نشرته صحفة أمريكية عن استعداد أو عن عزم دعنا نقول المكتب السياسي لحركة حماس لترك الدوحة كمقر الرئاسي والذهاب إلى دولة أخرى طبعاً يعني هناك من سمى سلطنة عمان هناك من يتحدث عن بدائل أخرى شوف أنا أعود إلى بصائلك الأول وهو سيد إسماعيل هنية أدل بهذه التصحة أين هو الآن في زيارة في تركيا في تركيا بعض وسائل الإعلام وبعض المحللين يعني المعتبرين يتحدثون عن تركيا كمقر بديل لا أعلم مدى ضقة هذا الكلام لكن أربطوا بهذا الحديث الصحف وهذه الزيارة المهمة لسيد إسماعيل هنية في هذا التوقيت تحليلياً تركيا قطعت في ظني نهائياً كل ود مع إسرائيل هذه الأزمة تم التبادل الاتهامات حتى بالنازية وبالفاشية ويعني لم يصبح هناك من مجال لعلاقات سياسية طبيعية العلاقات الاقتصادية أيضاً خفضت والعسكرية تركيا تبحث طوال الوقت عن مكان متميز داخل القضايا الفلسطينية نذكر مرة مرة الآن هناك حديث من الإعلام الإسرائيلي عن سفينة أخرى في الطريق والإسرائيليون يتحسبون لهذا تركيا تريد أن تدخل وتنفذ بأي شكل إلى حيث تكون الدولة المسلمة الأوروبية الأسيوية الكبيرة المساندة للحق الفلسطيني وبالتالي ربما يكون هناك رأي للأتراك يتبادلون مع الإخوة في حماسي ولكن يعني معروف عن الأتراك كانهم يعني براجماتيون وعمليون يعني كانت هناك تجربة سابقة عندما طلبت تركيا من بعض قادة حماس مغادرة أراضيها أو البقاء بدون أي نشاط هل يمكننا أخذ بالاعتبار بذلك؟ وارد لكن السياق أيامها غير السياق تركيا الآن تقول كما أدركنا جميعا أن هناك تغيرات لا أقول جوهر لكن كبيرة جدا في التصور الغربي تجاه إسرائيل وأن هناك خلخلة أكبر داخل علاقات الإسرائيل الأمريكية وأن صورة إسرائيل الآن ليست صورة البلد المضطهد الشعب الذي يدافع عن نفسه الشعب المعتدي يمارس إبادة جمعية وتقترب الأمور أكثر عندما نرى مثلا التصويت في مجلس الأمن تصويت الزودي ليلة كبرى نحن لدينا دول حليفة الليلة المتحدة الأمريكية اليابان كوريا بريطانيا تمتنع إذن تركيا تدرك كل هذا الأمور تركيا أيضا أسقطت منذ فترة طويلة حلم الاتحاد الأوروبي سقط مع تغيرات داخلية كثيرة وتدرك أيضا أن الاتحاد الأوروبي الآن حتى لو كان ضد حماس لكنه ليس ضدها بالمعنى الأمريكي وبالتالي أظن أنه من الوارد بس أن يكون تركيا البديل لكن هو السؤال الذي لا أعرف إجابة له لماذا لا تستمر حماس في قطر؟ لا أعرف إجابة يعني لماذا يطرح هذا الكلام الآن؟ يعني كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء القطري عندما قال بأنه سيعيد بلاده قد تعيد النظر في مهمتها فيما سألت الوساطة وأيضا أحاديث عن ضغوط تمارس من جهة إسرائيل ومن جهة الولايات المتحدة على الحكومة القطرية من الوارد أن يكون هذا هو السبب لكن أيضا إخوة في قطر ما يحرصون على الحفاظ عليه من وجود بلاد حماس مناك لا أتحدث عن علاقات حميمة سنائية بين الطرفين لكن لا أتحدث عن أيضا وجود داخل القضية الفلسطينية الوجود داخل القضية الفلسطينية يعني من الصعب أن تفرد قطر فيما حصلت عليه؟ في ظني أنه صعب في ظني إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين بين حماس وحكومة قطر على أن يعني تعفى قطر من الضغوط أن لا تصنف كطرف وليس كوسيط وبالتالي يترك لها مجال أوسع تمارس وسطتها بقوة أكبر على الطرف الإسرائيلي أو الحمساء أو الفلسطيني لكن لا أظن أن الأخوة في قطر سيبادرون بقرار مثل هذا وأعتقد أننا ننتظر لأنه جزء من الأمور أيضا أنه لدينا قدرة إسرائيلية كبيرة داخل الإعلام الداخلي في إسرائيل والإعلام الدولي على بس يعني لا أقول شائعات لكن توجيه الرأي العام العربي والعالمي نحو مساحات قد لا تكون حقا أنت صدق يعني أشرت إلى وجود سيد إسماعيل هنية في تركيا أيضا في وقت تزامن مع وجود سيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ولقاءه مع الرئيس التركي رجل طيب أردوغان يعني برأيك هل هناك ربما تنسيق مصري تركي مع الحركة للخطوة التالية لا أستطيع أن أجزم بهذا لكن لا أستطيع أن أقود أمران الأمر الأول هو أنه في لقاء وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري مع الرئيس التركي وزير الخارجية لا يمكن في هذا الصياغ وأن تذكر القضية الفلسطينية هذا أمر منتهي لكن أن تذكر القضية الفلسطينية هل هذا يعني هل هناك تلتيبات مصرية تركية بخصوصها لا أظن هذا الأمر الثاني أنه هناك علاقات سنائية بين مصر وقطر وتركيا وعلاقات بدأت بزيارة الرئيس التركي إلى مصر وأنا أظن هذه العلاقات في طريقها إلى التدعيم أكثر فأكثر وأنا أظن السهدف الرئيسي لزيارة السهل سامح شوكري كان هو تدعيم العلاقات السنوية بجانب الأغذي الموقف والمعتاد من مصر بما يقص القضايا الإقليمية أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ يضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات في مصر شكرا شكرا